فرحم بنافسه وعلى عينك يا معلم يمارس العدة السرية ويصور نفسه على الموبايل واني ما يشوفش يفرد اهلا بكم اهلا بكل مشاهدي قناة ساع مع حنا قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريم لكن بنقدم النصيحة بنقدم العزة واهم درس بنحرس عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غير ايه الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي الموضوع اللي هنتكلم فيه انا شاف انه جريمة اخلاقية جريمة اخلاقية قبل ما تكون جريمة جنسية وللاسف حصلت فيه منشأة طبية في مستشفى مركزي في محافظة كفر الشيخ وسوط وصور وعلى عينك يا معلم واللي ما يشوفش يتفرج والعملية كلها على السوشيال ميديا جنس جنس قبل ما نشرح الوقاعد دي تعالوا بنا ادعوكم للاشتراك فيه قناة ساعة مع حنفي تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار ووقت يساعد الحال الموضوع مستشفى برج البورولوس المركزي مستشفى مركزي في محافظة كفر الشيخ برج البورولوس مستشفى كبير فوجه بفوديوهات فرد امن شغال في المستشفى بيمارس داخل المستشفى العادة السرية وبيصور نفسه بموبايله هو بيمارس العادة السرية موظف اداري امن طيب نعم في لهم كل مستشفى بتتعاقد مع شركة بيجيبوا افراد للامن عشان يزبطوا اللي داخلين واللي خارجين واجرات امن للطباء والفريق او اسطف المستشفى كل مستشفى تادي حتى مستشفى الجامع مش المستشفى المركزية بس حتى المستشفى الجامع بيقول لك وزارة الداخلية ما بتتدارش انه يتامن كل المستشفى قطر خيرهم اللي بيعملوه تأمين الامن وتوفير الامن وتأمين ولمواطنين مش معقول بقى كل منشقة هنوقف عليها لزبط ولا عاسكال فيه شركات اسمها شركات امن فرد امن اداري الشركات دي المستشفى بتتعاقد معاهم حسب على الاعداد اللي انتو عايزينها اتنين يقفوا على الباب اتنين بينظموا اتنين في دور لطبا اتنين معرفش فين اتنين على العناية المركزة تعاقد كامل فرض الامن الاداري بيمارس الاعداء السرية وبيصور نفسه داخل المستجر يعني لو لقى واحدة متخدرة ولا واحدة في العناية المركزة مش دارية بنفسها هيعمل معها هاي لما داخلوا الجرقة يمارس الاعداء السرية ويصور نفسه على الموبايل قول بقى زي ما تقول هو مريض نفسي ما تفهمش المهم ان الفيديو نزل عالسوشيال ميديا تخيلوا واحد بالانوفورم بتاع الامن الاداري واقف بيمارس الاعداء السرية فيديو كامل من داخل مستشفى بورج البورولوس قف الشيخ مستشفى المركزي طبعا مدير المستشفى عمل اللي عليها هيعمل ايه؟ كتب مذكرة للشركة اللي موظفها الولد عشان اتخاذ الاجراءات القانونية يفصلوه ينجلوه ايا كده اتصار طبعا الدكتور المحترم الدكتورة دكتورة سوسن سلام دي وكيلة الوزارة الصحة بكفر الشيخ فورا توجهت الى المستشفى وتأكدت هم طبعا ايا بتقول احنا ما نعرفش هو الفرد الامن الاداري ده هل هو كان في المستشفى ولا مش في المستشفى بس خيانا واقعين مفيش حد ببيت وبيلبس الانوفورم بتاع الامن مفيش حد عند واحد صاحب وبيلبس الانوفورم الانوفورم من المستشفى بجال حدسة حصلت جواه المستشفى الكرسى دي طبعا عادي عادي المستهتر وعمل كده فيديو جنسى لاثنين داخل موظفين داخل المستشفى بيمارسوا الجنسى عنولي اكتب من كده راجل وسيدة في وضع مخيل جنسى داخل المستشفى تخيلوا مستشفى 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 يكونوا نكتب زي بانا عن مستشفى دار الحكمة والدكتور كنا نقول عليه حكيم كنش عليه دكتور الدكتور دا اللي حاصل على الدكتوراه في اداب في تجارة في علوم في طبه في هندسة واخد الدكتوراه بنقول عليه طب يا دكتور لكن الطبيب خرج الطب ونقول عليه حكيم تخيلوا بقى مستشفى فيها راجل وامرأة بيمارسوا الجنس داخل المستشفى ويتموا التصوير والناس كلها تشوفهم في السوشال ميدي داخل المستشفى بورب البورولوس المركزي فيه اكتر من كده حاجة طيب الدكتوراه صلى الله عليه وسلم قابت يا جماعة انا معاكم من الموظف الاداري ده حديث لكن احنا ما نضعش نسبة هو عمل كده في المستشفى لغير المستشفى لكن الاجراءات القانونية التاخد والتعاقد اللي عاملينه مع الشركة دي تاخد الاجراء شركة الامن لكن الموضوع بتاع الراجل والست داخل المستشفى احنا عارفينه وخدنا فيه اجراء وحولناهم هما الاتنين للتحقيق بس خلوا بابكم الحادثة دي كانت من فترة سابقة والموضوع يتقفل ان هما الاتنين يتحولوا للمحاجر طيب ماشي يا دكتوراه احنا مش مختلفين وانت عملت اللي عليكم انت مش هتعلقوا المشانق لراجل والست دي جوه المستشفى بس عايزة عني هو ازاي تهيأ لهم الجوه اصلا جوه المستشفى عشان يمرسوا الرازيلة مع بعضين يعني ازاي ده عوضة عطباء ولا عوضة تمريد ولا دي عوضة بتتأجر باليوم وبالساعة انت يا دكتوراه خدت الاجراء ضد الراجل والست فين مدير المستشفى فين الامن لجوه المستشفى ممكن يكون فيه اجراءات ادارية لا داع اللي احنا نتكلم فيها بس معنى ان تيجي الجراء لراجل وامرأة ان يمرسوا الرازيلة داخل المستشفى دي جراء ما بيجيش الا ازا كانت المستشفى فيها تسيب غير عادة زي الموظف الاداري بتاع الامن ده ازاي اصلا يمرس العدد السرية ويصور نفسه جوه المستشفى ايه بيعمل اللي محدش عمله فرحان بنفسه ده نتيجة ان المستشفى فيها نوع من الاهمال الغير عادة لازم القصد بالكامل طريق العمل بالكامل يعد تقييم اداءه انتو فين؟ مدير المستشفى فين؟ ساعمل مدير المستشفى واشا نقول له رائب الموظفين الاداريين ورائب الرجالة والستثن اللي بيدخلوا ورائب العلاقات اللي بيحصل والنباطشات اللي لي له النهار والممرضات ولا طباء صعب جدا صحيح بس احنا كموظفين لما بيكون المدير قوي بتاعنا بنعمل الف حساب نقول يا ساتر ده راجل يا عم مبطلش ده راجل مؤذن وبنخاف ونعمله حساب لكن لما يكون راجل طريق طيب كلمتين يبلي فوق يا عم يسيبك منه بقى حبيبنا اي كلمتين يرضوه ده بقى نعمل تسايم وليه ايه كاهم نتكلم ان ده بيدي مؤشرات لايه؟ دلال لايه؟ مع الاسف يمكن المستشفى تكون على احسن ما يمكن الخدمة بتقدمها لكن موظفي داري زي داي يسير بالمنظومة كلها راجل والمرأة مستهترين زي داي يسير بالمنظومة كلها يبدا المستشفى كلها ممتازة في كل حاجة لكن رب نرزقنا بموظفي داري امني بوز الدنيا كلها رب نرزقنا براجل والمرأة ما عندهمش رادين ولا اخلاق يمرسوا الرزيلة او في وضع مخل داخل المستشفى والمشكلة اللي تم تصويره انا عايز اعرف الموظف اللي ده ده هو كان بيصور نفسه اسنان بمارس العدد السرية ماشي لكن الراجل والمرأة من اللي صورهم؟ طيب من اللي نزلهم على السوشيال ميديا؟ اكيد واحد كان شايفهم وحب ان هو يسوق سمعيتهم خاص ده اشد انتقام انتعاف الرجل اللي صورهم ده ده عمل ان هم نفسه كان يتمنوا ان هم يموتوا وما حدش ينزلهم في السوشيال ميديا بالوضع ده دي ست متجوزة وده راجل متجوزة لما كل محافظة كفر الشيخ تشوفوا الوضع ده يقولوا ايه؟ بيوته اتخربت بسبب واحد حب ينتئم الانتعام ده يا اخي روح واده للمستشفى روح واده للمياب الادارية روح سلم الفيديو ده لوكل الوزار الدكتور المحترم ساوسن سلام لكن تنزلها على السوشيال ميديا انت خربت بيوت امكن للمرسل عاد السرية ده اهو اتهزق والناس كلها يتفضح لكن ما ترتبش عليه خراب بيوت لكن الرجل والمرأة دول بيوتهم اتخربت اللي صورهم ونزلهم في السوشيال ميديا صاحهم غلطوا وهم الاثنين حسب الشرع متجوزين الرجل ماشي بس الا الطبيحة ده الرسول وصنا بالستر ده انت لو شفتهم غطيهم يا اخي مش تصورهم وتفضحهم ربنا يسترها يا رب علينا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه احنا نسطر مش نفضح الدكتور اساوسن قالت ان الموضوع ده بعيده فترة طويلة واحنا تأكدنا منه وتم تحويل الموضوع برمته لشهون القانية وتم تحويلهم واتخاذ الاجهات القانونية وده الصح وده الصح يعمل في العلمة ودهش اللومها في حقي بس محتاجين من الدكتور اساوسن زيارات كتير زيارات كتير عشان اي حد في المستشفى يعرف انه هو ممكن في لحظة يفقد وصفته لاي سبب خاري عمله واي واحد اداري او طبيب حتى او ممرض او تمارجي او عاملت مضافة تعرف انه لو غلطت في عقاب الموضوع مش سابان مو استشفى فرد امن يعمل فيها كده او اما الجنس بيمرس كده دخلوا الغرق وبيتم تصويره اما العيانة اللي يدخل مراته جوه مستشفى واللي يدخل بنته جوه مستشفى واللي يدخل اخته جوه مستشفى واللي يدخل اخته جوه مستشفى ويقوله الزيارة انتهى تتفضل وهي بتاخد حجر مخدرة وبتاخده في حالة غيبوة ايش عرف لي اهل اللي بيحصل من الموظفين الاداريين او من الرجالة قذرة زي اللي عمل مع السبت كده دخل الارض يعني كل واحد يو دخل بنته يقول لا انا هبدا بالسرير انا اشضمان ايه ممكن تعملوا فيها ايه للدرجات دي فقط ما الثقة في الخدمة الطبية لازم ان الجواعيين وعارفين ولازم ان تبقى رقابة حاسمة ولازم ان تركيب كاميرات تبقى بكل شفر في المستشفى عشان نقدر نحافظ وندي صورة ايجابية نقول للناس ما تخافوش لا على زوجاتكم ولا على بناتكم ولا على اخواتكم المستشفى مراقبة بالكامل ما فيش واحد مريض نفسي هيمدي ايده على بنتنا ولا زوجتنا ولا اختنا الا انه هينكشف في الحال يا جماعة مش كده احنا محتاجين وعي اكتر من كده وتدين اكتر من كده ولازم ان نصلح اخلاقنا اصلا ولله الامر من قبل ومن بعد اشكركم اشتركوا في القناة